سابعا وهذه مشكلة حساسة آن لنا أن نواجهها بشكل حاسم ونهائي وهي إقحام الدين فيما لا علاقة له به وتحكيم رجال الدين في مختلف شؤون الحياة وانفجار عصر الفتاوى العشوائية وسيادة الدعاة المحترفين والمتطوئين إن الميزة الكبرى للإسلام هي الاهتمام القاطع بشؤون الدنيا والاحتكام للخبرة الإنسانية في إدارتها فمنذ حادثة تأبير النخل الشهيرة في التراث الإسلامي وكلمة الرسول صلى الله عليه وسلم الجامعة أنتم أعلموا بشؤون دنياكم فلدينا الحرية في إدارة مجتمعاتنا اعتمادا على مصلحة الناس وحكم العقل وخبرة التاريخ ونمو المعرفة العلمية بما في ذلك سياغة القوانين التي تخدم النفع العام مستأنسة بفحمنا للثوابت في تراثنا منفتحة على التطورات الجديدة واحتياجاتها وإنني أرى أنه من الضروري أن لا نقحم الدين في أمور الرأي فيها ليس لعلماء الدين ولكن لأهل التخصص لأنها أمور لا تتعلق بالحل والحرمة بل بالصواب والخطأ قياسا على المصلحة العامة القابلة للتغير حسب الزمان والمكان والظروف فإذا قررنا أن نحدد السرعة على الطريق بين القاهرة والإسكندرية بمائة كيلومتر في الساعة فليس معنا هذا أن مائة وعشرة كيلومترات في الساعة حرام وأن تسعين كيلومتر في الساعة حلال فإن مثل هذه القرارات وغيرها الكثير الكثير تبنى على نوعية الطريق تكنولوجيا الانتقالات إحصاءات الحوادث في الطرق وكلها موضوعات أهل الاختصاص وليست مجالا لخوض علماء الدين فيها وإننا نتعجب لهذه الظاهرة التي تتجه بكل كبيرة وصغيرة إلى علماء الدين الحصول على فتوى حتى إذا كان الموضوع ليس موضوعا دينيا وفي هذه الظاهرة تعطيل للعقل فهي تبتغي تحميل مسؤولية القرار أي أن كان هذا القرار على صاحب الفتوى بينما عرفنا من كبار مفكرين مثل عباس محمود العقاد أن التفكير فريضة إسلامية وأن استعمال العقل واجب على المسلمين والوجه الآخر لهذه الظاهرة المقلقة هو إقحام الدين في تقييم العمل الفني بما في ذلك من فرض رقابة اجتماعية شرسة من فئة منغلقة متعصبة على ما يجوز للمجتمع أن يقرأه أو يسمعه أو يراه وذلك لأنها لا ترى رأيا غير رأيها ولا تريد التعددية وثرائها وثرائها الثقافي هذا الذي يحيي المجتمع ونحن لسنا من أنصار مصادرة الأفكار ليس فقط لأن ذلك ضد الحرية وإنما لأنه يحقق شهرة وانتشارا لأعمال لا تستحقها ولتنظيم مجتمعاتنا أقول في شأن الدين ونظم الحكم بعد أن ابتكرت الثقافة الإنسانية السيغة الديمقراطية المتجددة التي هي تحقيق للمبدأ الإسلامي الأصيل وأمرهم شورى بينهم أقول لابد في مجتمعاتنا العصرية المتعددة المكونات أن نؤكد على مفهوم المواطنة ومساواة المواطنين أمام القانون رجالا ونساء مسلمين وغير مسلمين وأقول أيضا لا شأن للدين بأمور العلم بعد أن تطورت المعارف بسياج أخلاقي يحميها وإن كانت التطبيقات التكنولوجية للمبادئ العلمية في كل المجتمعات تحتاج إلى القيم الأخلاقية الدينية والفلسفية لتوجيهها لقد آن لنا أن نحافظ على ديننا بالتمسك بروحه والتحلي بخلقه والتحرر من حرفية بعض فقهائه في إدارة شؤوننا الجماعية لنكون أقوى وأكثر تقدما ترجمة نانسي قنقر